كما قلت لكم نهار اللي جينا فهذه القضية دي الحماية الاجتماعية لقنا واحد الآن القانون إيطاء هو الموجود واستدركنا هذا التأخر والتزمنا بالأجندة الزمنية اللي حددها سيدنا باش كل مغربي تكون عنده تخطية صحية الإجبارية في آخر هذه السنة إن شاء الله وفتحنا باب الاشتراك 11 مليون مغربية ومغربية والأسر ديالهم فيهم الفلاحة وفيهم الصناعية والتجار والمحامون والأطباء والمقاولين الذاتيين وغيرهم من الفئات وقبل نهاية السنة الناس ديال الراميد سيتحولوا النظام التغطية الصحية والدولة سيتكلف بالمساهمة ديالهم وتوفر لهم مجانية العلاج في المستشفى العمومي سيتفتح أمامهم الولوش للقطاع الصحي الناس ديال الراميد سيبقوا يمشيوا سيبقوا يمشيوا ولكن عندهم الحق كذلك بحالهم يمشيوا القطاع الخاص والذي يميز والذي يميز والذي يميز هو تعزيز المكتسبات ديال جميع الفئات وخاصة الأوصى الفريقة والمعوزة جميع المغربة وحتى الأجانب اللي عايشين في المغرب سيستفدوا من التغطية الصحية الولاد والدين والزوجات وأزواج ومن جهة أخرى وتنفيدا ديالتو جهة ديالسيدنا الله يصور سبعات المليون حكومة غادي تقوم سبعات المليون من الأطفال وثلاثة المليون ديال الأوصى اللي هما فضعية هاشاشا غادي يستفدوا من دعم شهري مباشر كتعويضات عائلية ماشي هادوك اللي ماشي هادوك اللي ماشي هادوك اللي فلسينيسيس اللي عندهم اليوم هادو اللي ما عندهمش اللي فضعية هاشاشا غادي تعطاهم في إطار البناماج والتوجيهات سيدنا الله ينصروا وهنا لازم نأكد لأن نحنا دائما دائما نحنا كنا مع الدعم اللي بغي يقول شي حاجة دائما كنا مع الدعم المباشر ولكن ما كناش متفقن على شي دعم اللي يكون انتقائي بخلفية سياسية اليوم اليوم مع السجل الاجتماعي الموحد لا مجالة لا مجالة لأي جهة باش تستغل هاد الدعم لتحقيق مكاسب شخصية او انتخابية المعياء الوحيد هو الاستحقاق نجاح نجاح دعم مرتبط بالاستهداف الناجح هاد شعلاس واستجابة لتوجيهات سيدنا صرعنا داخل الحكومة من وطيرات الاشتغال على السجل الاجتماعي الموحد واللي ان شاء الله غادي مكن من صرف الدعم المباشر الشهري للأسار والتعويضات العائلية اللي كتضمن الكرامة وما ذلك تنتظرنا اجراءات اخرى ان شاء الله نحن مرتاحين مرتاحين وقدين على هذا الورش وعلى التسريع دياله ان شاء الله في المستقبل وبالي كان قولوا الحماية الاجتماعية الناس اعطيتهم لأسيرانس باش يمشي يديروا السيربيس اخصوم ليمشي للسبيتارات اخصومي القاوة للسبيتارات اللي في المستوى لذلك هناك الورش كبير اللي هو يعني غادي تشوفوا فيه ان شاء الله في ثلاث سنين جاية وحتى تحول كبير اللي هو قطاع الصحة